قال قسم إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استقبل أكثر من عشرة ألاف جندي مصاب وذلك منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي أفد جيش الاحتلال باستقبال ألف جندي مصاب جديد كل شهر موضحا أن 35% من المصابين يعانون من ردود فعل عقلية أو ما بعد الصدمة وبحسب معطيات جيش الاحتلال فإن أكثر من ربع المصابين يعانون من إصابات نفسية وأن 68% من المصابين هم من جنود الاحتياط و37% من المصابين في صفوف الجيش لديهم إصابات في الأطراف ووفقا للمعطيات الإسرائيلية الصادرة عن جيش الاحتلال فإن 690 جنديا وضابطا من قوات الاحتلال قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي